يقول النازحون داخليا من المنطقة الغربية من تقراي الذين يحتمون حاليا في معسكر عدقرات النازحين أنهم يعانون من الجوع لأنهم لم يحصلوا على أي مساعدات غذائية خلال الأشهر الستة الماضية لقد مرت ستة أشهر وحتى الآن لم نحصل على أي من المساعدات الغذائية هناك أشخاص يموتون من الجوع والمرض أيضا أنا عن نفسي ليس لدي أي طعام أو موات غذائية أخرى لدينا كبار السن من ماتوا جوعا في 23 من يونيو نحن في مشكلة كبيرة لا يمكننا مقاومة الجوع لقد مضى أكثر من ستة أشهر منذ أن حصلنا على المعونة الغذائية لمن يهمه الأمر يجب أن يرانا ما لم نتلقى معونة غذائية في فترة زمنية قصيرة فسنواجه وضعا أسوأ بكثير وأضاف النازحون أن المنظمات الإنسانية مثل برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الوقت الحالي في تقراي لا ينبغي أن توقف المساعدات الغذائية ودعوا إلى الاستئناف السريع للمساعدات المعلقة لا ينبغي أن يموت الناس من الجوع لمجرد الشك في السرقة يمكن إجراء التحقيقات وتقديم المعونة الغذائية للمحتاجين جنبا إلى جنب بدلا من التوقف تماما كان ينبغي عليهم التحقيق في سرقة الطعام دون تقييد المعونة الغذائية لأشهر بناء على اتفاقية السلام نريد حلا عاجلا من الحكومة الفدرالية لإعادتنا إلى الوطن حتى نعيش حياة طبيعية علق كل من برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم المساعدات الغذائية إلى تقراي في مايو من هذا العام وسط اتهامات بالسرقة وأدى التوقف عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى تفاقم الأوضاع الأليمة بالفعل للنازحين داخليا في مخيمات مختلفة عبر تقراي ترجمة نانسي قنقر